وهناك التحدي الآخر الذي يجري في جوارنا الحرب في أوكرانيا كل الجزائر والمجهر تنتميان إلى طابور السلام كلنا يدعو إلى السلام في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا لأن خلق السلام هو الطريقة الوحيدة لحماية حياة البشر إن خلق السلام وشروط خلق السلام اليوم أفضل من غدا أفضل من بكرة الأمس كانت أفضل من اليوم ولكن اليوم ما زالت فرص السلام أفضل من غدا لأن عدد الضحايا سيزيدون غدا الشروط السلام تسوق من يوم إلى آخر لا تتحسن بالتسوق للأسف إن عمليات نقل السلاح وتوريد السلاح لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب كلما طال أمد الحرب كلما زاد عدد الضحايا وزاد الضمار نحن قلقون جدا وبشكل خاص بسبب الأخبار التي تنتشر هنا في المجهر التي تتحدث عن استخدام وعن توريد وإمكانية توريد أسلحة قد تؤدي إلى مشاكل صحية وإلى أخطار بيولوجية نحن كمجريين نود أن يكون هنا في منطقتنا هذه المخاطر تكون أقال وأن لا يكون هناك مخاطر صحية على الناس ولا تأتي إلينا الأسلحة من هذا النوع لذلك نطلب من الجميع أن يساعدنا بعدم توريد هذا النوع من الأسلحة إلى منطقتنا وتخفيضها ونطلب من الجميع لابتعاد عن القرارات التي تؤدي إلى دعم توريد هذا النوع من الأسلحة إلى منطقتنا وزيادة عددها نحن سعداء لأن الجزائر تقف إلى جانب الحوار أيضا وملتزمة بتسريع الحوار ونحن نثق بأن الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن في السنوات القادمة سوف تساعدنا كثيرا وتقدم لنا دعما حتى يمكننا إنهاء هذه الحرب بطرق الدبلوماسية وبطرق السلمية